سولدني بنتي صغيرت لي بابا واذا يمكننا نهضره مع سيدة ربي يمكننا نهضره مع سيدة ربي إذا كان الله سبحانه وتعالى مع سيدنا موسى في جبل الطر وكلم الله موسى تكليمه نحن أيضا تهضر معك الله سبحانه وتعالى 17 مرة تقرى الفتيحة وتتصلي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفيني ولعبدي ما سأل تقول الحمد لله رب العالمين تجاوبك سيدة ربي وتقول لك حمدني عبدي الرحمن الرحيم تجاوبك سيدة ربي وتقول لك أثنى علي عبدي ملك يوم الدين مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين هذا لعبدي ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيمة صراط الذين أنعمت عليهم هاي المغضوب عليهم ولا الضالين تقول لك هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ولكن نزوينا ما تقولش عبدي تقول بسميتك مع الملائكة فلال فلاني إذا كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد في الإصار وعلمين عراج ثم دنى فتدنى فكان قاب قوسين أودنى قرب مسيدة ربي أنت ممكن أن تقرب له نعم فالسجد واقترب ستكون قرب مسيدة ربي أقرب ما يكون العبدون من ربي وهو الساجد وعيدك الساعة لسيدة ربي كيف مبغيتي فبنيك تفهم هذا الشيء كامل العلاقة ديالك مع الصلاة تبدل ولا بدك تشوف الصلاة هكا هذ بدا تحبها نشاء الله ولا بدك تحبها مع أمك ما دي تخليها اشتركوا في القناة